أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤلون بالغيب ويطيلون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤلون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل ومن آخرة هم يؤلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ونهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيلهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المستدون ولكن لا يشعرون وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطنهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا قلانة بالهدى فما ربحت جارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم مقمع منهم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبقر يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعي حذر الموت والله محيط للكافرين يكاد المرض يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوفي وإذا أظلم عليهم قالوا لو شاء الله لاذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من افتمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أودادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من ذن الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا عبد الصالحات أنهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قوله وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج طهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوطة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه العقل من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسطين الذين ينقذون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصلوا ويفسدون في الوضع أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون من الله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتهم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هم السبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربق الملاكة إني جعلوا في الأدخلي فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبق بماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلات مع ربهم على الملائكة فقال أنبئوا بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم قال يا أدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال لما قلتني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة السجدون آدما فالسجدوا إلا إبليس أبا واستكبروا كان من الكافرين وقلنا يا أدم اسكن أنت صوجك الجنة وكلا منها ربطا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم بعد عدو ولكم في الأرض ما استقروا ومطاع إلى حين فتنقى آدم من طبه كلمات المختاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن انتبع هدايا فلا خافن عليهم ولا هم يحزنون والذين كبروا وكفتروا بآياتنا أوليك صعبهم لهم فيا خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتهم التي أنعمت عليكم أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزقوا الصدق لما معكم ولا تكونوا أولا كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تنبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأطينوا الصلاة وآتوا السكاة واركعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبريطانسون أنفسكم وأنتم تكتبون الكتابة فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لله على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا قربهم أنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتهم التي أمعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يومنا تجزي نفسهم عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يأخذوا منها عدل ولا هم ينصمون وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء الأعباب يذبحنا بناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بناء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكل بحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخلتم عجلة من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى بقومه يا قوم إنكم ضلنتم أنفسكم بإتخاذكم بعجلة فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى من نؤمن لك حتى نرى الله حتى نرى الله جهرة فهدتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلمنا عليكم الغمام وأنصنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها عيثوا شكتم رغدا ودخلوا الباب السجد وقلوا حطة النظر في لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولهم غير الذي يطيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نذرد بعصاك الحجار تنفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس ما شربهم قلوا واشربوا من رزق الله لا تعطوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لمنصر على طعام واحد فضعوا لنا ربريخ جلنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقفائها وفومها وعدسها ورسلها قال أدستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير يهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وطلبت عليهم الذنة والمسكنة وباءوا لغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفون بآيات الله يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتقون إن الذين آمنوا الذين هادوا النصار والصالح إلى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفنا عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا من ساقكم ورفعنا فأرطوكم الطور خذوا ما آت لكم بقوة واثكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فأطلوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسابة فقلنا لنكونوا ضردة الخاصئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما عزوة للمتقين وإذا قال موسى لقونه إن الله يأمركم أن تضبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا رقب بجلنا ماهين قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بيك أعوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا رقب بجلنا ما لولها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطعوا لولها تصروا الماضرين قالوا دعوا لنا رقب بجلنا ماهين إن البقرة تشابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا زالت تصير الأرض ولا تسقي الحق مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فترأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربه بعضها كذا يحيي الله موت وإليكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة وشب قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقض فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ومن الله بغافلنا عما تعملون أفل تطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريقموا منهم اسمعون كلام الله كلام الله يسروا من يحذفونه من بعد ما عقدوا وهم يعلمون وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلان بعضهم إلى بعضهم قالوا قالوا وتحدثونهم بما فتع الله بما فتع الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقدون أولا يعلمون أنهم الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ما نجوينهم لا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب في أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخرف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسرت سيئة وأحاطت بخطيئتهم فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون والذين أمنوا أعملوا الصالحات أولئك أصحاب جمتهم فيها خالدون وإذا خذنا من ساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدان إحسانا وذي القربى وليتاما والمساكين وقولوا للناس حسرا وأظيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسرقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقضلون أنفسكم وتخرجون أفريقا منكم من ديارهم تضارون عليهم بكثم العدوان وإن يأتكم سارا تفادهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم لا خزيهم في الحياة الدنيا ويوما من قيمة يردون إلى أشدنا عذاب وما الله بغافرنا عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففوا عنهم أعذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا مسكة وقفين من بعض بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البجنات وأيادناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول لما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتل وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقالي لما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند لا نسبق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم معرفوا وكفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يقفروا بما أنصر الله بغيا أن ينسل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيلهم أمنوا بما أنزل الله قالوا نبنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق الصدق لما معهم فلم تقدرنا أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم من سال البجناة ثم اتخذتم من عجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميزاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قربهم عجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصا من ظل الناس فتمنوا موط إن كنتم صادقين ولن يتمموا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ونتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشربوا يود أحدهم لو يعمر أنفسنا وما هو بمزحف فيه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يده مصدقا لما بين يده ودور شراب المؤمنين ما كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل ومه كان فإن الله عكب للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بجنات ومن يقفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتابة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتابة كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تترى الشياطين أعلى ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين يكفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكان بباب الهاروت وما رود وما يعلم آل من أحد حتى يقول لا إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والصوجه وما هم لضغطين به من حدن النبي بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ونقضى علمون من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ونبئس ما شرع به أنفسر لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا تقول مسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقودوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يودل الذين كفروا من أهل الكتاب ولمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آيتنا ونسخ نأتي بخار منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لهم بالسماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئوا إلى موسى من قبل ومن يتبذل الكفر بالإيمان فقد طل سواء السابين ود كثير من أهل الكتاب لو يربونكم من بعد إيمان كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما ترينا له الحق فارفوا واصفعوا هتا يأتي الله لأمره إن الله على كل شيء قدير وعظموا الصلاة والسكة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله ما تعمل لنصير وقالوا لن يدخل الجنة لمن كان هدن أو نصرى تلك أمانيهم منهاتوا البرهان كنكنتم صادقين بلا من أسلم وهجهه لله بلا من أسلم واجهه لله وهو محسن فله أجده عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت النهود لا يستهل النصارى على شيء وقالت النصارى لا يستهل النصارى على شيء وهم يطلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل الطالهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر في يسر وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخر تعذاب عظيم ولله المشرق المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع وقالوا تغذى الله لدى سبحانه بل لهما في السماء واته الأرض كل له قالت بديع السماء واته الأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبرهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات بقوم يقلون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهد ولن نصر حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هدى ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من والج ولا نصير الذين أتينا من كتاب يقلون وعق طلاوته أولئك يقلون به ومن يقفر به فأولئك هم الخاصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتهم على العالمين واتقوا يون لا تجزي نفسهم عن نفسهم شيئا ولا يقبل منها منها عدل ولا تنفع شفعك ولا هم ينصرون وإذبتنا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جعلك للناس إماما قالوا من ضريتي قال لا ينان عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت من ثابة للناس أمنا واتخذوا من قام إبراهيم الصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمارات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قالوا من كفر فأمتعوا قليلا ثم أطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمان لكم ضريتنا أمة مسلمة لك وآذنا مناسكا وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتنع لهم آياتك ويعلهم التتاع والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد استرينه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين واصل بها إبراهيم وبره يعطوب يا بني إن الله اصطر لكم الدين فلا تبوتم إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر لي عقوب الموت إذ قال البريه ما تعبدون من بعضي قالوا نعبدوا إليك إليك وإله آبائك إبراهيم إبراهيم إسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونه ذا النوم صار تهددوا قل بل ملة إبراهيم وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحق ويعقب ويعقب نسلط ما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنوا وقلوا به فقد هذروا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي تهم الله والصميع العليم صبغة الله ونحسن لله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن المخدصون أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحق ويعقب الأصباق والأصباق كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من قتر شهاد عنده من الله ومن الله بغافل عما تعمدون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون